قرأت عليكم من أن صاحبة أطروحة الدكتورة ذكرت من أن محمد رضا السستاني في كتابه بحوث في شرح مناسك الحج وهو هذا الذي بين يدي وتحديدا في الجزء الأول من الكتاب ذكرت من أنه جعل من مصادر بحثه كتاب تاريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان وهو كتاب مؤلف وفقا للمذاق الاستشراقي بل هو أسوأ من ذلك في التحريف وكذلك اعتمد على دائرة المعارف الإسلامية موسوعة معروفة كتبها جمع غفير من المستشرقين الأوروبيين المسيحيين إضافة إلى كتاب اعتمد عليه كثيرا وهو المفصل في تعريخ العربي قبل الإسلام وهذا هو الجزء السادس من المفصل في تعريخ العربي قبل الإسلام لجواد علي الذي نقل منه محمد رضا السيستاني هذا هو الجزء السادس من المفصل في تعريخ العربي قبل الإسلام الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الأول من بحوث في شرح مناسك الحج دار الفقه للطباعة والنشر الطبعة الثانية 2019 ميلادي 1441 هجري قمري على سبيل المثال أذكر لكم جملة من المواطن التي جعلها محمد رضا السيستاني جزءا أساسيا من بحثه ونقل من كل مكان نقل من كل مكان أبدأ من الصفحة العشرين بشكل سريع من دون أن أقرأ كل الصطور وقد نص على ذلك ابن دريد كتابه معروف الجمهرة جمهرة اللغة وذكره ابن فارس وكتابه معروف مقاييس اللغة وقال الجوهري وكتاب الجوهري معروف الصحاح لن أشير إلى أسماء الكتب وقال الفيروز آبادي وقال الزبيدي وحكى الجوهري عن ابن السكيت وذكر الأزهري وقد اعتمد الماوردي على هذا التفسير اللغوي قائلا إلى آخره الماوردي من رموز الشوافع ما ذكره الخليل إنه الفراهيدي صاحب كتاب العين ما ذكره الراغب الإصفهاني ما ذكره أبو الهلال العسكري هذه عجمة أبو هلال العسكري لا يقال أبو الهلال ما ذكره أبو هلال العسكري ونقل عن تاريخ التمدن الإسلامي ونقل عن المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام في العديد من المواطن نقل كثيرا عن هذا الكتاب وعن دائرة المعارف الإسلامية الجزء السابع صفحة 304 مثل ما جاء في الحاشية وعن المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام من الجزء السادس من هذا الجزء وإنما جئت بالمفصل لأنه نقل كثيرا عن هذا الكتاب عن دائرة المعارف عن المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام عن السنن الكبرى من كتب الشوافع السنن الكبرى للبيهقي من كبار أئمة الشوافع ونقل هنا أيضا عن المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام نقل عن هذا الكتاب نقل عن هذا الكتاب كثيرا وعن فتح الباري في شرح صحيح البخاري وعن التبيان للطوسي وعن أحكام القرآن وهو كتاب من كتب المخالفين وعن تفسير الرازي الذي لا بد أن ينقل منه هذا هو أهم مصدر عند مراجع حوزة هذه أمثلة وشواهد مما جاء من قولا عنه في كتاب بحوث في شرح مناسك الحاج تحدث عن الحاج عن معنى الحاج لغة اصطلاحا عن حقيقته عن تأريخه نقل من كل المصادر لكنه لم يتحدث ولو بحرف واحد عن مضمون الحاج عند العترة الطاهرة وسأقرأ عليكم ماذا جاء من مضمون الحاج عند العترة الطاهرة وأقرأ عليكم ما هي النتيجة التي وصل إليها محمد رضا السستاني من كل ما نقل لكنني قبل أن أقرأ عليكم أريد أن أحدثكم عن كتابي المفصل في تأريخ العربي قبل الإسلام لأنه قد اعتمد عليه كثيرا ونقل عنه كثيرا مثل ما نقل عن تأريخ التمدن الإسلامي لجورج زيدان ونقل كذلك عن دائرة المعارف الإسلامية لجمع من المستشرقين المسيحيين لكنه نقل عن هذا الكتاب وهناك اهتمام هناك اهتمام في الأجواء الحوزوية بهذا الكتاب أتحدث عن المفصل في تأريخ العربي قبل الإسلام للدكتور جواد علي جواد علي شيعي من الكاظمية متخصص في التأريخ وهو نابغة من نوابغ العراق ولد سنة 1907 في الكاظمية توفي في بغداد سنة 1987 ميلادي أكمل دراسته العليا في ألمانيا وحاز على شهادة الدكتورة من جامعة هامبورغ في ألمانيا سنة 1939 ميلادي ما هي أطروحته لشهادة الدكتورة أطروحته المهدي المنتظر وسفراؤه الأربع قطعا كانت باللغة الألمانية لم يكن راغبا في ترجمتها إلى العربية ولم تترجم في حياته الأطروحة التي نال عليها شهادة الدكتورة كانت في الثلاثينات من القرن الماضي قدمها ونال عليها شهادة الدكتورة سنة 1939 ميلادي لم تترجم لأنه لم يكن راغبا في ذلك ترجمت سنة 2007 ترجمها أستاذ جزائري الدكتور أبو العيد دودو سنة 2007 ميلادي طبعات لكنه وضع لها عنوانا يختلف عن العنوان الأصل المهدي المنتظر عند الشيعة الإثني عشرية العنوان الأصل المهدي المنتظر وسفراؤه الأربع ليس مهما ماذا ترجم أبو العيد دودو الجزائري السؤال هنا لماذا لم يكن جواد علي راغبا في ترجمة هذه الأطروحة لم يكن راغبا لأنه ما أراد أن تكتشف عقيدته وهو شيعي أن تكتشف عقيدته الحقيقية الرجل شيعي من جهة الانتماء الاجتماعي لكنه لا يعتقد بالتفاصيل التي ذكرها عن المهدي المنتظر وعن سفرائه الأربع نقل من كتب الشيعة ما هو موجود ومعروف في كتبهم بخصوص هذا الموضوع لما ترجمت رسالته البعض قرأ الرسالة من السنة وحتى من الشيعة فتصوروا أن جواد علي يعتقد بهذا الذي ذكره هم لم يقرأوا الرسالة بدقة في طوايا حديثه كان يقول من أنه حينما ينقل ما ينقل من كتب الشيعة فيما يرتبط بالمهدي المنتظر وسفرائه الأربعة إنه ينقل هذه المعلومات على أنها معلومات تأريخية مثلما لو أنه كان ينقل معلومات عن خلفاء بن العباس هو لا شأن له بها وإنما ينقل معلومات تأريخية ولم يجعلها في مستوى المعلومات العقائدية هو صرح بهذا في رسالته لهذا السبب ما كان راغبا في ترجمة أطروحته وإنما ترجمت بعد ذلك بعد زمن ما هو بقصير بعد وفاته توفي في سنة 1987 والأطروحة قدمت ونال عليها الشهادة سنة 1939 وترجمت ونشرت سنة 2007 جواد علي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالتشيع شيعي لكن لا علاقة له بالدين وبالتشيع أنا لا أتحدث عن الذي في قلبه لا علاقة لي بالذي في قلبه فأنا لا أحاسب الناس على ما في قلوبهم ولا أعرف ماذا يجري في قلبه أنا أتحدث حينما أتحدث عن عالم عن مفكر عن مؤرخ أتحدث عن كتبه حينما أتحدث عن مراجع الشيعة أنا لا أتحدث عن الذي في قلوبهم ما يدريني ما الذي يجري في قلوبهم العالم عندي كتب العالم عندي دروس مؤلفات العالم عندي مجموعة آراء هي التي أطلع عليها من خلال الوسائل والأسباب المعروفة لدينا الذي يجري في القلوب لست مسؤولا عنه ولا أبالي به فأطروحته هذا هو حالها الرجل ذكر ما ذكر عن المهدي المنتظى وعن سفرائه الأربع وذكر ما ذكر من أمور غيبية كثيرة هو لا يعتقد بها إنما نقلها كأمور ذكرت في كتب التأريخ من أن الشيعة هكذا يقولون في كتبه هذا هو الذي أثبته في أطروحته للدكتوراة والذي يدقق النظر في كلماته يعلم أن الرجل لا يعتقد بهذا الكلام لماذا؟ لأن الذين يكتبون في التأريخ وفقاً للمنهج الاستشراقي وهو هكذا يؤلف وهكذا يبحث هؤلاء عقيدتهم الفكرية وبناءهم الفكري من أن الأديان من صناعة الإنسان ولا علاقة لها بالسماء ولا علاقة لها بالله هناك الحاجة النفسية عند البشر الخوف من الطبيعة هكذا هم يقولون من أن الديانة عند الناس بدأت من حاجة نفسية ومن رغبة في التواصل مع من ماتوا من أسلافنا ومن خوف من كوارث الطبيعة التي نواجهها ومن خوف من الأمراض وغير ذلك فإن الناس بدأت بصناعة الأديان وبدأت بصناعة ما يجعلونه سببا للتواصل مع عالم الغيب الذي يمتلك قوة هائلة يمكن أن تعيننا في حياتنا الطبيعية هؤلاء هكذا يفكرون هذا هو منطق دراسة الأديان في الأكاديميات في الأكاديميات الغربية والشرقية حتى في جامعاتنا في الدول العربية والإسلامية حينما يدرسون الأديان يدرسون الأديان وفقا لهذه الرؤية وفقا لهذا المنظور من أن الأديان من صناعة الإنسان والإنسان بسبب خوفه من الطبيعة بسبب حنينه للأسلاف الذين ماتوا ولأسباب أخرى صنع الدين وبعد ذلك جاء الحكام وجاء زعماء القبائل وجاء التجار الكبار فاختطفوا ذلك واستطاعوا أن ينتفعوا منه لمصالحهم كي يسيروا الناس في الطريق الذي يريدون للناس أن يسيروا فيه من هنا قال الماركسيون عن الدين من أنه أفيون الشعوب مخدر لها وفقا لهذه الرؤية قد يصدقون في بعض الأديان وقد يصدقون بخصوص المؤسسات الدينية حتى في الديانات السماوية المؤسسات الدينية في العالم مؤسسات شيطانية مؤسسة الدين المسيحي مؤسسة شيطانية مؤسسة الدين اليهودي مؤسسة شيطانية مؤسسة الدين الإسلامي السني مؤسسة شيطانية مؤسسة الدين الإسلامي الشيعي مؤسسة شيطانية وهكذا كل المؤسسات الدينية مؤسسات شيطانية الشيطان لن يجد مكانا افضل من هذه المؤسسات لتدمير الاديان ولتدمير الانسان فقد جعل رجال الدين في كل هذه المؤسسات جنودا واعوانا عنده يعملون في خدمته ولصالحه من هنا يأتي الوصف في كلام امير المؤمنين الوصف لهؤلاء من ان الشيطان نطق بألسنتهم ومن ان الشيطان نظر بأعينهم هذا هو واقع المؤسسات الدينية عبر التأريخ لا شأن لي بهذا الموضوع اعود الى جواد علي جواد علي حاله كحال المستشرقين وحاله كحال الاكاديميين الذين درسوا التأريخ ودرسوا التأريخ وحققوا في التأريخ وفقا للمنهج الاستشراقي ووفقا للمنهج الاثاري فجواد علي عالم من علماء الاثار ولذا فان كتابه المفصل هذا حقق فيه المعلومات بحسب طريقة علماء الاثار فهو يعتمد على الخطوط القديمة وعلى النقوش والرقوم الطينية وامثال ذلك ويقرأ الاثار ويتتبعها ويظهر الاسف حينما لا يجد شيئا من هذه الاثار كي يعتمد عليها في الوصول الى نتيجة من خلال تحليله الاكاديمي وحينما يوجه انظاره الى الكتب الدينية كالتوراة مثلا فانه يصفها بانها تنقل الاساطير المعلومات الموجودة فيها ما هي بحقيقية هو لا يوجه سهامه الى القرآن بشكل مباشر لانه يخاف من الواقع الذي يعيش فيه لكننا اذا اردنا ان نبحث بدقة حول موقفه من المعلومات التاريخية التي جاءت في القرآن فهو ينظر اليها بنفس الميزان الذي يزن به المعلومات التاريخية التي جاءت في التوراة وغير التوراة هو يعمل بالمنهجية الاستشراقية ولذا محمد رضا السستاني والسائرون الذين اعتمدوا على هذا الكتاب وامثاله لانهم مشبعون من البداية بالطريقة الاستشراقية مثلما هم مشبعون بالفكر الناصبي من البداية فيجدون لذة في اتباعهم للمنهج الشافعي حتى وان لم يكونوا متوجهين لذلك والقضية هي هي في اعتمادهم على الطريقة الاستشراقية من هنا يستأنسون بالاعتماد على هذا الكتاب وامثاله هذا الكتاب كتاب ضخم كبير يعد مصدرا من المصادر التاريخية المهمة اعطيت له قيمة هائلة في الحقيقة هذا الكتاب صحيح ان الرجل جواد علي قد اتعب نفسه كثيرا في جمعه لكن في الاخر هذا الكتاب هو كشكول جمع فيه كل شيء اكان صحيحا ام لم يكن صحيحا هذا الكتاب عبارة عن ارشيف واما تحليله هو ففي كثير من الاحيان يكون تحليله سخيفا خصوصا حينما يتحدث في دائرة التحليلات اللغوية يكون تحليله سخيفا الكتاب موجود وما هو ببعيد عن ايديكم بامكانكم ان تطلعوا عليه هذا هو الجزء الاول ساقرأ عليكم من مقدمته كي تعرفوا بشكل اجماليا ماذا فعل جواد علي في كتابه هذا مراد ماذا فعل وفقا لأي طريقة ان لفه كما قلت لكم قبل قليل هذا الكتاب كشكول الجزء الاول المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ساعدت جامعة بغداد على نشره الطبعة الثانية الف وتسعمية وثلاثة وتسعين ميلادي ماذا قال في المقدمة دخل في المقدمة حتى من دون بسملة للمجاملة من دون بسملة مقدمة الرجل لا علاقة له بالدين اصلا لا من قريب ولا من بعيد اتحدث عن فكره الموجود في كتبه مقدمة هذا كتاب في تاريخ العربي قبل الاسلام وهو في الواقع كتاب جديد يختلف عن كتاب السابق الذي ظهرت منه ثمانية اجزاء كتابه السابق عنوانه ايضا تاريخ العربي قبل الاسلام وهذا ما اسمه المفصل في تاريخ العربي قبل الاسلام وهذا العنوان اقترحه عليه استاذه هو سيقول هذا كتاب في تاريخ العربي قبل الاسلام يتحدث عن هذا الكتاب وهو في الواقع كتاب جديد يختلف عن كتاب السابق الذي عنوانه تاريخ العربي قبل الاسلام عن كتاب السابق الذي ظهرت منه ثمانية اجزاء يختلف عنه في انشائه وفي تبويبه وترتيبه وفي كثير من مادته ايضا فقد ضمنته مادة جديدة خلا منها الكتاب السابق تهيئت لي من قراءات لكتابات جاهلية عثر عليها بعد نشري ما نشرت منه ومن صور كتابات او ترجماتها او نصوصها لم تكن قد نشرت من قبل ومن مراجعات لموارد نادرة لم يسبق للحظ ان سعد بالظفر بها او الوقوف عليها ومن كتب ظهرت حديثا بعد نشر هذه الاجزاء فرأيت اضافتها ومن كتب ظهرت حديثا بعد نشر هذه الاجزاء يتحدث عن الاجزاء الثمانية لكتابه السابق فرأيت فرأيت اضافتها كلها الى معارف السابقة التي جسدتها في ذلك الكتاب وقد رأى استاذ العالم الفاضل السيد محمد بهجة الاثري تسميته المفصل في تاريخ العربي قبل الاسلام لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق فوجدت في اختراحه رأيا صائبا ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه فسميته بما سماه به الى ان يقول في مقدمته وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق الا انصب نفسي حاكما تكون وظيفته اصدار احكام قاطعة وابداء اراء في حوادث تاريخية مضى زمن طويل عليها بل اكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي موازين التقييم من عند نفسه هي المشكلة هي هي بل اكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي وقد لا تعجب طريقة هذه كثيرا من القراء هو حر لكن ان اجعله مصدرا لمعرفة الدين وفي الوقت نفسه اعرض عن حديث العترة الطاهرة هذا هو الضلال بل الكفر بعينه انا لا اتحدث عن محمد رضا السيستاني فقط بغض النظر هل اعتمد عليه بشكل كامل مطلق ام اعتمد عليه بشكل جزئي محدود بالنتيجة جعله مصدرا من مصادر علم دينه اتحدث عن محمد رضا السيستاني وعن غيره وعن غيره ممن بالغ في هذا الكتاب الى ان يقول في الصفحة سبعة لان غاية من هذا الكتاب ما هي غايته ان يكون موسوعة جامعة لكل شيء كشكول كما قلت لكم ان يكون موسوعة في الجاهلية والجاهليين لا ادع شيئا عنها او عنهم الا ذكرته في محله بغض النظر هل هو صحيح ام لم يكن هذا الكتاب ارشيف فيه كل شيء استطاع ان يجمعه جواد علي من الكتب ومن الاثار ومن كل مكان اكان يعتقد بصحته ام لم يكن وفقا لطريقة المستشرقين هم يجمعون كل شيء ثم يقومون بعملية المقارنة والمقايسة وهذا هو الذي عبر عنه بتحليله وفقا لرؤيته كما يبدو له هكذا قال في الصفحة السادسة بل اكتفي بوصف الحادث وتحليله كما يبدو لي كما يبدو لي فقواعد التحليل من عند نفسه والنتائج كما تبدو له هو حر هو باحث في التأريخ وما علاقتنا به قد يصيب وقد يخطئ هو حر هو يتبنى طريقة المستشرقي ويتبنى طريقة علماء الآثار في البحث ويعتمد المنطقة الأكاديمية العلمي الذي يميل حتى في الأبحاث التأريخية إلى الجهة الحسية المختبرية وهذا هو الذي عمل على أساسه جواد علي في هذه الموسوعة في موسوعة المفصل في تأريخ العربي قبل الإسلام فهل موسوعة موسوعة ما الذي نستفيده نحن من ذلك الذي نستفيده من أن جواد علي أساسا هو جزء من المستشرقين بحسب المنهجية والعقلية وطريقة التفكير فكان يأخذ منهم ولما أنف كتابه وفقا لطريقتهم فإن المستشرقين وجدوا كتابا من كتبهم وجدوا موسوعة من موسوعاتهم ولذا رجعوا إليها هذه هي الحقيقة على أرض الواقع رجعا اعرضوا لنا صورة الدكتور جواد علي هذا جواد علي أيام شبابه ولد في الكاظمية سنة ألف وتسعمية وسبع ميلادي وتوفي في العراق في بغداد سنة ألف وتسعمية أو سبعة وثمانين ميلادي كان نابغة من نوابغ العراق من علماء اللغة ومن علماء الآثار وكان مؤرخا مميزا بين المؤرخين ليس العراقيين فقط وليس العرف فقط حتى بين المؤرخين العالمي الصورة الثانية هذه صورته وواضح على طريقة جلوسه على ملبسه واضح المذاق الغربي بشكل بين جدا الصورة الثالثة هذه الصورة في أخريات أيامه ويبدو ويبدو أن هناك من عبث بها هناك من أدخل عليها التعديلات هذه صور جواد علي أنقلكم الآن إلى مرجع شيعي معاصر في نفس الاتجاه إنه يجعل من كتاب المفصل أساسا لفهم القرآن هكذا يقول لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تعريخ العرب قبل الإسلام أعيد كلامه وانتبه إلى خطورة ما يقول لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تعريخ العرب قبل الإسلام أي هراء هذا في الوقت نفسه ينكر الأحاديث التفسيرية إنه أعجوبة الزمان إنه فطحل من فطحل النجفي وكربلاء وقوم المرجع المعاصر كمان الحيدري رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بهذا الموضوع هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه متخصص وخبير في هذا المجال وهو الدكتور جواد علي أنا فيما سبق قلت لأعزاء هذا من المصادر الأصلية لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام هذا الكتاب يعطيك أنه أنت عندما لأنه عزيزي بعد أن قبلنا نظرية أن هذا النص ده يأتي في حاضنة فكرية في حاضنة ثقافية إذن لا بد أن تتعرف على ماذا على تلك الحاضنة الفكرية على تلك الحاضنة الثقافية وإلا ما لم تتعرف لا تستطيع لماذا أن النص القرآن يقول فلان جملة أو فلان مطلب أو أن النبي صلى الله عليه وقال يقوم بفلان تدبير وبفلان سياسة لماذا هذا عزيزي في عشر مجلد وكل مجلد يتجاوز السبعمائة صفحة مولانا ثمانمائة صفحة مولانا ولهذا في كل الموضوعات ولهذا إلى الآن لم يأتي أحد من كبار علماء العراق مولانا الدكتور جواد علي مولانا إذا سلمنا بصحة معلومات جواد علي عن العصر الجاهلي فهذا يكون نافعا لمن كان في مرحلة التنزيل التي نسخت إذا سلمنا أولا علينا أن نسلم بأن المعلومات التي في كتاب جواد علي معلومات صحيحة من أين لنا أن نسلم بذلك والكتاب عبارة عن أرشيف عن كشكول جمع كل شيء فيه وقد قرأت عليكم من المقدمة من أنه جمع كل ما وجهت وبعد ذلك حلل وفقا لما يبدو له فهل أن جواد علي كان يعيش في العصر الجاهلي ما هي حكايته كحكاية علماء الرجال يعيشون في سنة 1443 ويقيمون رجالا عاشوا في بدايات عصر الهجرة الهراء هو الهراء كتاب المفصل يمكن أن يكون موسوعة للمعلومات للمعطيات بغض النظري هل هي صحيحة في نفسها أم لم تكن إذا وصفنا الكتاب بهذا هذا وصف صحيح ونحن لا نحتاجه نحن قد خرجنا من مرحلة التنزيل مرحلة التنزيل كان القرآن يفهم فيها وفقا للسياق الجاهلي وفقا للمنهج الأعرابي جاءت بيعة الغدير فنسخت مرحلة التنزيل ودخلنا في مرحلة التأويل ومن هنا فإن كمال الحيدري يقاتل علي على التأويل ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل محمد رضا السستاني سيقاتل علي على التأويل السستاني نفسه أبوه سيقاتل علي على التأويل وسيقاتله علي على التأويل لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل قمال الحيدري حين يقول نحن نحتاج هذا الكتاب هو يحتاجه فعلا لأنه يفهم القرآن وفقا لمرحلة التنزيل التي نسخت لو كانت مرحلة التنزيل باقية لحدثنا أئمتنا بتفسير النبي للقرآن زمان مرحلة التنزيل النبي فسر القرآن كله في مرحلة التنزيل ولم يحدثنا الأئمة بشيء منه إلا يسيرا إلا ما كان من قبيل الأحاديث البرزخية فيما بين التنزيل والتأويل أو ما كان منسجما مع مرحلة التأويل وكانت تلك الأحاديث للخواص من أصحابه تفسيره العام لكل المسلمين كان منسجما مع مرحلة التنزيل ولذا لم يبق منه شيء لأنه قد نسخ نسخته مرحلة التأويل ومن هنا فإن رسول الله قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا محمد صلى الله عليه وآله مثل ما قاتلتهم على التنزيل سخيفة بني ساعدة لأنها أنكرت بيعة الغدير بقيت في مرحلة التنزيل وحرفت ما حرفت بعد ذلك سخيفة بني طوسي حينما أسست طوسي حوزته المشؤومة في النجف بعد أن أحرقت كتب الشيعة في بغداد وألف كتبا جديدة وأعاد الكتابة مع التحريف كما يريد حبس الشيعة في مرحلة التنزيل وفسر لهم في تفسيره التبيان بحسب مرحلة التنزيل طامة كبيرة الشيعة قبل طوسي كانوا يعيشون مرحلة التأويل بحسب زمانهم ولذا كان متأذيا منهم أنهم مرتبطون بأحاديث أهل البيت وقد قرأت ذلك عليكم في مقدمة كتابه المبسوط كان متأذيا جدا من أن الشيعة يتمسكون بالروايات والأحاديث وألفاظها فكان الذي كان أنا لا أريد أن أعيد تأريخ الطوسي ذلك التأريخ الأسود ذلك التأريخ القذر فقد حدثتكم عنه في الحلقات الماضية كتابه المفصل جماع لكل شيء أكان صحيحا أم لم يكن أكان من الأساطير والخرافات أم لم يكن جمع كل شيء في هذا الكتاب ما يرتبط بالعصر الجاهلي ما قبل الإسلام بخصوص تأريخ العرب إذا كنا في مرحلة التنزيل نحتاجه 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 إذا كان صحيحا إذا كانت معلوماته سليمة نحتاجه فلابد من مقدمة أولى أن تكون معلوماته صحيحة أن تكون تحليلاته سديدة نحتاجه في فهم القرآن في مرحلة التنزيل وليس في فهم القرآن فقط في فهم الدين كله نحن لا نملك دليلا على صحة ما جاء في كتاب المفصل ولا نملك دليلا على صحة التحليلات الشخصية لجواد علي الذي لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد تحليلات استشراقية صرفه وهو غاطس في أجواء العصر الجاهلي بكل تفاصيله وفوق كل ذلك فإن مرحلة التنزيل قد نسخت نحن لا نحتاجها البقاء في مرحلة التنزيل كفر ببيعة الغدير هذا هو الذي فعلته سقيفة بني ساعدة وفعلته وفعلته سقيفة بني طوسي حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف ولذا فإن الشيعة محبوسون في مرحلة التنزيل بسبب الطوسي هذا المنطق منطق كمال الحيدري هو منطق محمد رضا السيستاني مثلما كمال الحيدري يحتاج المفصلة لفهم الدين محمد رضا السيستاني يحتاج المفصلة لفهم الدين ودائما أقول لكم ذوله مو واحد تافل بحلق الثاني واحد متغوط بحلق الثاني الاختلاف بين كمال الحيدري والسيستاني ليس فيما يرتبط بالدين وإنما فيما يرتبط بالمصالح الدنيوية والشخصية لأن كمال الحيدري أسس مرجعيته الخاصة التي يخاف منها وبدرجة ضعيفة أن تزاحم مرجعية محمد رضا السيستاني بعد موت أبيه ولذا هناك تخطيط أن يعود كمال الحيدري إلى العراق كي ينشر مرجعيته لأجل أن يكون عاملة تنغيص لمرجعية محمد رضا السيستاني الأمور هكذا تجري لا شأن لي بتهارشهم كتهارش الكلاب على الجية رجاء عن أحاديث العترة الطاهرة رجاء أعيد بث الفيديو هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه متخصص وخبير في هذا المجال وهو الدكتور جواد علي أنا فيما سبق قلت لأعزاء هذا من المصادر الأصلية لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام هذا الكتاب يعطيك أنه أنت عندما لأنه عزيزي بعد أن قبلنا نظرية أن هذا النصد يأتي في حاضنة فكرية في حاضنة ثقافية إذن لابد أن تتعرف على ماذا؟ على تلك الحاضنة الفكرية على تلك الحاضنة الثقافية وإلا ما لم تتعرف لا تستطيع لماذا؟ أن النص القرآن إذا يقول فلان جملة أو فلان مطلب أو أن النبي صلى الله عليه وآله إذا يقوم بفلان تدبير وبفلان سياسة لماذا؟ هذا عزيزي في عشر مجلدات وكل مجلد يتجاوز السبعمائة صفحة مولانة ثمانمائة صفحة مولانة ولهذا في كل الموضوعات ولهذا إلى الآن لم يأتي أحد من كبار علماء العراق مولانة الدكتور جواد علي مولانة لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل في تعريخ العربي قبل الإسلام رجاء أن اعرض علينا الوثيقة رقم ثمانية وعشرين من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة وهو يصف حديث أهل البيت بأنه موروث يهودي ونصراني ومجوسي وبطريقة حقد واضحة شديدة قارنوا بين منطقه هذا وبين منطقه وهو يتحدث عن كتاب المفصل وأنا قرأت عليكم من مقدمة جواد علي الرجل هو يقول يقول أنا جمعت كل شيء وأنا لا أصدر أحكاما قطعية أنا أحلل الأمور كما يبدو لي أما هذا هذا الأخرق أتحدث عن كمال الحيدري يقول هكذا لا يمكن لأحد يريد أن يتعرف على الإسلام على القرآن على المنظومة النبوية ولا يوجد بيده كتاب المفصل وكأن الحقائق قد جمعت في هذا الكتاب صاحب الكتاب ما قال هذا المؤلف نفسه ما قال هذا ما أنا قرأت عليكم قبل قليل قال إني جمعت كل شيء وجدته ولا أصدر أحكاما قطعية على وقائع وأحداث حدثت في أزمنا ماضية من أين آتي بهذه الأحكام إنما أحللها بحسب ما يبدو لي حتى وإن كان القراء يختلفون معي هذا هو الذي يبدو لي الرجل هكذا تحدث وهذا يتكلم وكأن الكتاب قد نزل وحيا علينا قارنوا بين حاله هذا وبين حاله وهو يتحدث عن أحاديث العترة الطاهرة رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الروائي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية والله لكع كذاب حقير يا كمال أنت كل هذا كذب في كذب أحاديث أهل البيت نحن نعرفها نحن نعرفها مثل ما نعرف أنفسنا مصادرنا معروفة وحديثنا معروف زياراتنا أدعيتنا كتبنا التفسيرية يا أيها الغبي أنت هل قرأت كتاب المفصل واطلعت على كل تفاصيله لو كان البرنامج مخصصا لهذا الموضوع لجئتك بالكثير من الكلام الهراء والسخيف في هذا الكتاب وسأتناوله في وقت آخر هذه الحلقات ليست مخصصة لهذا الموضوع رجاء أعيد الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يقارن بين حديث هذا اللكع وهو يتحدث عن أحاديث أهل البيت وبين حديثه عن كتاب جواد علي أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي الموروث الرواي الشيعي هو متسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم واحد وثلاثين من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري إنه يصف أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة أحاديث أهل البيت التي يقول عنها أئمتنا من أنها حياة للقلوب من أنها جلاء للقلوب من الرين والكدر يصفها هذا الكدر القذر من أنها عيون كدرة هذا هو كمال الحيدري قارنوا بين هرائه وخرائه هذا وبينما كان يتحدث به عن كتاب جواد علي رجاء أعرضوا لنا الوثيقة وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن مو آية كلمتين هاي أوفوا بالعقود شم كلمة مولانا ها وحقكم يعادل خمس جنطات من الروايات مولانا ألا أتكلم باللغة عرفية مولانا خمس خمس جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم والسند ما هو قطعي واللفظ ما هو مونبوي إلهي عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات ويترك العين الصافية لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات فهي عيون صافية لعيون كدرة عيون كدرة ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية الشجرة الطيبة بتعبير سيدة الطلطباء ما بتعبير القرآن أحاديث أهل البيت عيون كدرة أنا لا أعلق إلا أن أقول هذا الرجل ضال سافل منحط حقير أحاديث أهل البيت عيون كدرة وكتاب جواد علي يكون أساساً لفهم القرآن والدين وكتاب جورج طرابيشي وأمثال هؤلاء تكون أساساً لفهم العقيدة والدين هذا الرجل يحاربونه الآن وبطريقة مخففة لا لأنه يقول هذا الكلام يحاربونه لأنه يدعو إلى مرجعية نفسه وهم يخافون من مزاحمة مرجعيته لمرجعيتهم هذا هو السبب وإلا فإن الضلال هو الضلال فهم يشربون من الآنية نفسها من المخرأة نفسها يأكلون ويشربون رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من مجموعة وثائق ضلال كمال الحيدري من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة وهو يتحدث عن حالته الشيطانية وكيف أن الشيطان يتحكم فيه رجاء اعرضوا لنا الوثيقة ما ندري هل تنموعة والله لا أذكر بأي شدر والله من يوم اللي طلعت عن الكوزة وقلت بأنه موروظ رواي يهودي نظران جلاب لا كنت مخطط لا كنت كاتبة لا كنت جائلة وكأنه في ذات الموقع موحد قال لي قاها يجيو نبونا ومي أنا مجرد يعني قبل ما كاتب عجبت الروحات من اصناع همات نزلت جوا هذا شيخ عجب قطير قام يطل على رواي والله قام يطل على رواي قاها ليه هلوم نزلت بالدراج لم هو بلي 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 فهو مني أنزل مولانا يقعد كامل أنا بيسمعني كامل هو يقعد جوا ويسمحوه عربيتهم وبعدها مخاورات يا الله صلاحات فنزلت بالدراج معني ما قال لانا أطلق الوصف قال لي هلوم شينو جلسة قلت قال قال هاي جلسة قال والله ما أدري وقتها تجدت جلسة ومو أوه ما أدري أعوذ بالله ما أدري ما أدري أن أنزل وحللها عد علماء أن يرزل فيه بابا هذا مريض مريض يأجبوا لك متدسس أقلني عن شيء لا أعلم ما أدري أنه طرح في محب أنا أدري أن أقول محب العلم أنا جاء جاوب أقول ما أدري أن عقل معني عشاء لا ما أدري أن أقول للباهر يقول لها الشكل يقول بيني ومبين أما أنه ما أدري أن أتبت لقد أقول إنه حين لا ما أدري أنه إنه إلهية إنه إلهية أو إنه إلي أنه ما أدري أنه ولهذا ما أدري أن أتبت اليوم يقولوا واحد يجلس تهيز البين ويقولوا هاته اللي صالح فاليوم ما اعتبت على الله فالواحد هو يبكي فاليوم ما اعشكيتك هو جلس كاليش يستوى كاليش أخو اتنوين تنوين الأن وان ليه لولله ما خطر على ذنيه حنا أقول لوله كاليش ما خطر على ذنيه الهي يستوى كل ما قدر مصدق الله يقر لا والله ما اتقل في حالة من ألفا حتى انه يقول كاليش اقول هو هاته هو هاته اللي اقول ولا معتقدا بالجرد تشوهون اتكلم ما ما معتقد بناظرية الناس ولكن هايزا فيما الوحيد المدود الشخصية اللي هو المتكلم فعلى 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 هو ورايز هاته هاته تطلح على الجرسة لا الكل مثلا انها في التصور العام انه سيد الحيدر كان معد لهذا العام وحقا ده اقولها يعني هاته الكل مو هناك اقوله واي من الحاجة اللي احتينا معنا ما معد له هذا هذا ما نتجرسه ويعني نقول انهم نشوق العدل كنا نقول كنا ضينا انه احيانا بعض النظرات احسن تسويها ويطرحها ويطرحها احسن واي من الحاجة لا كاتبية اصل بعض الاحيان اروحي الكوتر اقول له بعض الاحيان من اصلح اقول له هذا المنجعة في الستوديو لابد هلني اقوله اقول اقول انت يقول بابا هذا الاحيان اقول انا ما انتفت اما تضطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله اذن المقدمات توفيق الهي لابد اتدهوه تضطيها البد واحد بيني وبين الله تراءات يقول بابا هالسلو توفيق اقول اقول اذا اقول انا اطلع من اطلع اقول اقول سيدة بابا سراء ما عندك شغوها اليوم حتى اتلق شاي انت ويا نبتها اقول 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 ولكن طلعت وراحة خلطت الكلام فيك اذا ما دون تلم تتكلم وعندما تتكلم انت اطلق شنو واحد من القاعدين يقول له هذه معجزة الهية اشلو المعجزات هذه وشي جاوبة يقول له او انه الهية او انه شيطانية اش مدريني انا ما احتاج لها الكثير من البحث هذه حالة شيطانية متحكمة بالرجل هذا مصداق ان الشيطان نطق بألسنتهم ونظر بأعينه تريدون مصداقا لكلام الامير هو هذا هذا هو الذي نطق الشيطان بلسانه ونظر بعينيه وهو ايضا هنا في هذا الكتاب قبسات من علم الرجال هذا كلام الشيطان منطق الشياطين وهذا هو نفسه هنا بحوث في شرح مناسك الحج ما هو الفارق بين هؤلاء ما هم يشربون من الانية نفسها اعتقد انه صار واضحا الى الان الاسلوب الذي يتبعه محمد رضا السيستاني في ابحاثه الرجالية الفقهية في دروسه في منهجه العلمي والديني هو يتبع اسلوب الشافعي في بعض الجهات واسلوب المستشرقين في جهات اخرى وقت الحلقة انتهى لا زال الحديث متواصلا في الموضوع نفسه حلقة يوم غد ستكون اهم من حلقة هذا اليوم نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في امان الله